السلام عليكم معكم احمد حتاحت بالفيديو اليوم هنتكلم عن دالة VLOOKUP والHLOOKUP دواء البحثية مهمة وفيها شغل كتير بقصد شغل مو انه هي بالتعبدة بالشغل وانما كتير نحن نستخدمها ضمن شغلنا فعندي جدول بسيط هات الجدول بوضح لي قيمة العمولة لكل range بمبيعات عندي ياب الطول وعندي ياب العرض عندي اسماء من دوبيل مبيعات ايام عملون ساعات عملون مبيعاتون قديش كان قيمتها هاد الشهر ومرتبات طبعون فانا دي اوجد العمولة شان اوجد قيمة كامل مرتب فاول شي ضمن العمولة هاستخدم اول شي دالة VLOOKUP VLOOKUP ياختصار Vertical LOOKUP البحث فلما اكبس دالة VLOOKUP اللي اول شي شو اللوك أب اللي تدور عليها شو القيمة اللي انا بدي دور عليها بعدين تاني شي شوين دي دور عليها باني جدوال بعدين القيمة الرابعة اللي بيطلبها مني انه انا بس لغ دور عليها ضمن جدوال شو بدك اظهر لك يعني القيمة اللي بدك ياني اظهرها بلاقيها جنبها فمسلا ادور على الف خمسمية القيمة جنبها عشرة بالمية فقديش رقم العامود اللي هي فيها او بالنسبة للاتش ركوب قديش رقم السطر واخر شي نوع التطابق هنتكلم عليها هلا بسنصله فاول شي لك أب فاليو هي هاي الخلية فاصلة الـTable Array اللي فيه القيم اللي عبدور عليها هو هاد الـTable بحدده وبثبته شاء لما انت اليمين لو تحت او يسار ما يتحرك ما يتم ثابت وما رحت بس انتبه لشغلي الفيلوكاب هي دا اللي بتبحث بالسطر فبيكون عندي اول عامود لعامود اللي فيه القيم اللي انا عم ببحث عنه العامود الثاني فيه النتائج او العامود الثالث او الرابع قد ما بدي فيني يكون عندي عاميد تقريبا الفيلوكاب تقريبا لحد ثلاثين عامود بتتم عم تشتغل فيني يحصل لحد ثلاثين عامود احضر القيم فاول عامود فيه القيم بانا ما ببحث عنه ثاني عامود فيه النتائج لازم يكون هاد الترتيب والشغلة الثانية انتبه على الترتيب ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي هلا حاحكي ليش فبس لبحثت عن القيمة ضمن الجرينج تبعي مشيت اول سطر ثاني سطر ثالث سطر رابع سطر لقيت القيمة تبعي وقفت عنده اخذت القيمة اللي جنبه هلا ثاني شي عندي عامود لفيه النتائج اخترت اول عامود لنا فيه لازم يكون قيام ثاني عامود النتائج فانا ضمن الرينج اللي حددته بعد واحد هو العامود هاد اثنين عامود النتائج اللي بديها لو في عامود ثالث بديها بحط رقم ثلاثة فانا حاليا رقم ثنين النتيجة اللي بديها فاصلة اخر شي عندي نوعين من التطابق شو هو التطابق ان انا عبدور على قيمة هاي القيمة اذا مو موجودة متل ما هي بالجدول يعني عبدور على 1900 ما في 1900 حط الايرور طيب انا ما بدي هيك بدي يجيب لي اقرب قيمة لل 1900 شو هي اقرب قيمة طبعا نعرف ضمن الفيلوك اب ما بتعمل تقريب وانا ما بتشوف اقرب قيمة فالاقرب قيمة هي الابروكسيمت ماتش اكزاكت ماتش هي القيمة الصحيحة يعني يدور عليها مثل ما هي الابروكسيمت انه يدور على الاقرب فهو بيجي 1900 بيروح صفور 1900 أكبر بنزل علي تحتها 1500 1900 أكبر بنزل على الالفين الالفين أكبر من 1900 فبيرجع للالف وخمسمية وفعلا هذا اللي انا بديه فبحط ابروكسيمت ماتش رمزة true او رقم واحد بسكر القوس بضغط انتر بيجيب لي 10 بالمية فلو سحبت 3 احد بلقى 10 15 20 1200 هي اقل من 2500 واكبر من 2000 فهي 15 بالمية عندي 3000 3020 بالمية طالما طابقة القيمة بيحطها رأسا 1200 صفر بالمية ليش؟ لانه هي مو حتى 1500 أقل فبيرجع صفر بالمية فدالت الفيلوكوب بتبحث عن طريق السطر ولازم العامود يكون فيه القيم الأساسية والعامود التاني فيه القيم للنتيجة اللي انا بديها بينما الـ h lookup غيرها هي قيمة بتبحث عن طريق السطر مو العامود فسطر فيه القيم الأساسية نبحث عنه سطر تاني فيه القيم نتائج نتائج البحث تبعي فوقف على أول خلية اعمل delete حدد الخلايا هدو الكلون اكبس يساوي edge lookup من horizontal lookup value هي اللي جنبه فاصلة الـ array تبعي بحدده وبسبته بعمل فاصلة الـ row index قبل شويكا عندي الـ column index هون الـ row index فأنا بديل نتائج من السطر الثاني هاد السطر واحد هاد السطر الثاني انا بعددهم يدويا بعمل اثنين فاصلة الـ range lookup تبعي هيكون approximate match لانه نسب لمندوبية مبيعات فـ true او بديله بالرقم واحد بسكر القوس مع control inter شايتنفذوا على كل الخلايا بجب لي رأسا العمولات تبعون هاي الدالة جدا مهمة بالبحث سواء سطريا ولا عموديا انا حسب الـ data اللي عندي كيف عم جيبها او كيف عم بحث عنها فعلا دالة مهمة وخاصة ما فيني اقول خاصة لانه كتير العالم تستخدمها سواء كنا بمؤسسة كمندوبين مبيعات عندي او كنا كطلاب بدي اوجد ناجح او راسب فبحط الدرجات طبعين مثلا من عشرين العلامة فعشرة هو ناجح يعتبر بترتيب مقبول 12% جيد 12% جيد عفوا 15% انا شو ما بدي بحطهم بعمل approximate match عم ببحث عن طلاب بحط رقم الطالب طبعا هون دي استخدم exact match شان زا ما في رقم الطالب معتا في مشكلة لازم ادخله او الرقم غلط دي عدله فهي الدالة وهيك استخداماته بكونوا كما كن احمد حتاحد